انشاء الله تكونوا بخير عملت ديريكت هدايا اليوم على خاطر فما حاجة كي نوزون بيت معنتها شاك فوا فما عبيد ما هيش نوية تحشم على رواحها وما هيش نوية تشد قدرها بساعة قبل كل شي انا نعرف اللي ديريكت هدايا بش يخرج من الكانت متاعي بش يمشي البلايس اخرين وهدايا انا ش حاجتي دونك جو مبخيزنت بش ما يقولوش بش ما يقولوش جايا شكوني هالي جايا تجاوب ولا تعمل في البوز دعمة وكريقة ذيك اللغة اللي متعلمينها اسمي مريم الدريدي كي ما يعرفو برش عبيد خريشة المعهد العالي الفن المسرحي صحبت بطاقة احتراف من وزارة ثقافة كممثلة محترفة وقصدت مسرح نقري عندي عشرة سنين هذي الهوية متاعي لمن يهموه الامر بش نحط العبيد في اتارة ما يش طاول يسر او خطر نحس اللي قد ما طاول في الكلام قد ما تعطي للتلاويح وللعبيد اللي ما هيش متربية قدر اكثر من قدرها انا حاولت اني نحكي بمنطق استاذة اما حسيت انك تحكي بمنطق الاستاذ ومنطق المثقف الجاهل ما يفهمكش يجب انك تهبط له المستويه ويجب انك تطيح له وين هو موجود بش نجم يفهمك لانك هذيك عليش بش نحاول اليوم اني نضبط عصابي لماكسيمون بوسبل وبش نحكي بالمنطق اللي يفهموه الناس هذو ما بش هطلع بيت في اتارها في اتار الحكاية بلوتو فيسع فيسع البرح في برنامج جو دي تو كانت فيما بناية انستاغراموز موجودة في البلاتو استدعاوا على اساس قالت عندها دور بش تمثل في رمزان حقها الطفلة حب حد ما نجم يمنحها ون بغاليل كانت فيما الفنين اكرماغ اللي هو اكرماغ حسب ما انا نعرف انه تكوينه بالاساس سا فورماشن بازيك ستون فورماشن تيدخال يعني يقرأ مسرح في فرنسا قبل حتى الموزيكا وبالاساس هو ممثل اكرماغ والعباد اللي تتحك ركيبها على الخشبة يقعد ديما عندهم هكا نار تاكلهم من داخل يشوفوا العوج ما نجموش يسكتو دونك وجه كلمة بكل حب وبكل بساطة وبكل تربية قال يا جماعة راهو ما هوش معقول معنتها انو الناس المتكونا وتقرأ لاغينهم في اللي كاستينغو ما يعايتولهمش والناس اللي ما عندهيش تكوين قاعدة تتعدى وتخدم هو هنالك ليم راهو عنده زوز ثناية اولا الساعة الناس المتكونة خليني نحكي على المعهد العالي فان المسرح يقبلوا بابش تعدى لانواع التكوين الاخرى اللي هي لا تقلوا اهمية واضح احنا كأساد ذا متاع مسرح عمرنا ما نجيو العبد يحب يجرب ويحب يخو فرصة ونقولوا له ليه ما عندكش الحق ساعة فاما حاجة سارت انو المنشط الطفلة ما زالت تكلمت مسكينة انا راو طفلة ما عندي ضدها حتى شاي ان شاء الله ربي وفقها ان شاء الله تطلع موهوبة احنا ش نحبه قد ما يخرجوا دي دانج ضده قد ما يخرج بتانسيال جيد قد ما احنا نفرحه في بلاد كلها الارهاب وكلتها التفاهة وكلتها الجهل وكلتها ستين الف مشكلة اخرى لذلك اليوم كي تلقى دي بتانسيال في الموسيكة في المسرح في البنتيور احنا اليوم كأسيدة انتع مسرح وقت اللي نلقاه عبد عنده شوية بتانسيال تقني هكي ندزو دزو ماكسيمم صحيت برافو رك تنجم تعمل كمل احنا احنا اخلاقنا هكي وتربيتنا هكي عمرنا ما نقصي العباد وعمرنا ما نقصي العباد وعمرنا ما نقصي المقادف تدع الناس يجعلكو الجن الذين يحبوا يجربوا في اغلابهم يخافها دعوا يجربوا لكي تطلع عندها بتانسيال لكي يتطلع عندها موهبة ما هو المشكلة هنا يروا الكلام اكرم ماجمسيك نتكلم على نيتو خطر هو متكون وخطر هو قلبه عن الناس هذو ما زادة وكلامه فيه برشة صح تقوم الجهبة البيا الزردي اللي أنا لليوم مانيش فاهمة حتى الوقتيش بش تقعد المخلوقة الغريبة هذية بش تقعد تاكل في خبزة الظل وخبزة الوصخ اللي قاعدة تاكل فيها كل يوم مانيش فاهمة جو كنبخان با تقوم تقول له بيانسور ردو بيلكم هذية سئلة تخوزين فالي تعملها راو معناتها انا دجا في حلقة مقدد السهلي عملت نفس الحكاية جيت هكا عملت بكتافها بربي ما تحكي وليش التمثيل عمرو ماكينفورمسيون راو مالا شنو يا ماما شنو التمثيل التالي بوبيل اللي تخدم فيها انتي ولي تاكل منها في خبزة الظل والخبزة المنتنى اللي تاكل فيها بعراض الناس هكا نهار قطعت تصوير تفنينها هكا نهار رميت روحك على درشكون هكا نهار رميت روحك على درشكون جمعة لي فاتت بركة جبدة نجوة ميليت اللي هي ممثلة قديرة حبة ما نحبة وكره ما نكره مرأة رهنة تعمرها كامل للدومين هذية مرأة عطات الغالي ونفيس وضحات بالدنيا لكل باش عملت اسم و باش عملت كارير و باش خدمة عمرها كامل في الدومين هذية تحبها او لا تحبها هذية قضية اخرى هذيك حاجة تحط على اكوته ما المرأة ممثلة حط تنهد قلبها فيه الدومين جي تخرج تصد بها نقبة في البرنامج غيان كو خاطر عندك كرونيك تافها كيفك وكيف مستويك جي تتعلط على مرأة تجبدها قاعد على روحها لكلمتك لدارت بيك كون بغازا قاعدة تجيب فيه جويس في الوقت هذيك البره من تونس لتونس اللي عادته نجوة ميليت على قد ما لبسته بيك الزردي شوافر وضوافر وبروكات كانت تحب أن نقارنه معناه ما يعنينيش خليه هذا على جنب قتلك اللي يعمل مسرح يمشي يخدم في المسرح والتمثيل وقلقوا ليه بش تسميله قلقوا ليجا نسميلك الممثلين الكبار اللي ما هم شقارين هو الشيء من مقتاه لا يستغربه هو راه وقت اللي الجاه طيب سمحني الجاهل على شوه يدافع يدافع على الجاهل متاعه القليل الطربي على شكون يدافع يدافع على قلة الطربي متاعه التافه يدافع على التفاهة والمثقف يدافع على المثقفين والإنسان الكلاس والمحترم والمعبي يدافع على نفس الشيء اللي في مستويه اليوم يا مدام باية الزردي نحب نعلمك بحاجة أنت تعرف اللي اللي تجيونت على المسرح قدش متكلف على الدولة أنت تعرف قدش من عائلة كما قللها البيرح أكرم مقرة وقللها كلام مهم قللها فهم شكون بيع مازا وشكون بيع بقرة وشكون بيع حصان بشي قر يولده في المسرح أنت تعرف قدش من عائلة ضحات تعرف قدش من إتوديونت طيش قدش تردوهم الفوية خطر ما عاش عندو الحق في الفوية وبيت في الشارع وقت اللي هو يقرأ في المسرح تعرف قدش من إتوديون بيت في بيت العساس على خطره يقرأ في المسرح وفهم شكون ويلديه وعائلته داونوه وما نبعثو لكش الفلوس على خطرك تقرأ في المسرح اليوم تجي واحدة تافهة في مستويك انت تلاويح تجي تطاول عن ناس اللي ندبط على سعدها وسعد اللي يجيبها بش وصلت للمستويه اليوم انت اللي مستويه سيدسة دل تحل فمك وتتكلم عن ناس المتكونين وبربي هنا في مقامة قد نحلها التكوين رأو موش ليزاد برك مش ندواه في حين وما ندخلش في بعضنا بعد ذلك خطر اينا بارامول بارح ستتو متاعي تفن بالغالط رأو موش ليزاد برك ليزاد هي جامعة برميل جامعات كما انسان ساعات يحب يقرأ طب وما يخلطش بش يقرأ طب سبحان الله سكور متاعوا ما يوصلوش اليزاد هي جامعة تطلب باك تطلب جرأة وقوة وقوة شخصية بش تيقف في وجه عائلتك ووجه المجتمع وقت ليضحك عليك ويقول لك اندبت على ايامك بش تاخل باك في الأخر ماشي تقرعلي في المسرح منين بش تعيش وتطلب سيخطولي أكثر من هذي الكل هو الوضع والموهبة والعزيمة والركيب اللي بيش تتثنيه على اللوحة وعالخشبة بيش نجم توصل تتكون وتولي ممثل محترم بيش ما تطلعش كي بايا الزردين واضحة للمور حتى الهني بيه قدمة محترمة على الأخر وفيهم أساذة وفيهم ناس محترمين على الأخر وفيهم عبادة تقرأ وقعدة تتكون وفيما أوسي سوختو سوختو فيما التجربة فيما الناس اللي عطات عشرين وثلاثين سنة من عمارها فوقها كلوحة بيش عملت اسم وبيش خدمة هالدومين اللي ما عندك ما تيخو منه قدمة تعطيه مستحيل تربح حاجة منه ام بو سيبر يا كلك عمرك ويا كلك جهدك ويا كلك وجهك ويا كلك صحتك ووحد شاي ما تيخو منه لذلك التكوين انتي البرح وقت اللي تتعطي المرأة الجمعة هاذية انتي مشيت القطاع كامل قطاع كامل ترغم سمحني الكلام اللي قلته كنت بنجم تقوله على الطب ولا على المحامين ولا على البوليسية اليوم رمزوا بيك القاع اليوم رهم شل الكوك وطيحوا لقدرك وروا خرجت النقابة متاحهم على فكرة النقابة راي نقابة مهن فنون درامية اليوم هبطت بيان تنديدي اذا كان انا صحيحة في التسمية وان شاء الله انا نتمنى انه ما تقفش الحكاية هنا على خاطر فدينا قلقنا من البهيم القصير اللي البرد عم تعود شرقت اللي يجي يطلع ويدلد السقيق اللي يخرج يقول يلي بيكم يلي عليكم يلي بيكم ماهو معنتها التمثيل مايتقررش كما قال هيلي مخرجك العام في التلفزة ماهو معنتها والله يجن سمي ولي يعمل مسرح يمشي يخدم في المسرح اما التلفزة والسينما خليوها للاسيستاجراميز وخليوها للاولنه انا ما عندي حتى شي ضد حتى حد كل حد ربي يعينو كل حد ربي ان شاء الله يخدم في الانستغرام ربي يعينها تخدم في الدنيا ولا في المسرح ولا كل حد يعرف ثنيتو وين يجهزو ونعاود ونرجع ونقول وهو سيخطول بارح عد اكل 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 ريق دجال بارح تعرفت يا عطف يا عطف رو برشا عطف بن حسين رو برشا ياسر هكا يا معلم شنو هيدا شنو هيدا شنو هيدا شنو هيدا شنو هيدا شنو اللي تخدم والله يطلع عباد تتكلم يقول لك طفيها وعزوزا ومنا انا ما نحكيش بيه المنطقة ذاك انا لا نقول عزوزا ولا نقول هترت ولا نقول خرفة ما ديمها قعدة غادي تخوفي شهرية تلم فمها وتعرف روحها قعدة تخرج اليوم اللي كرونيكور في البرامج المحترمة وقت اللي كرونيكور يزرف بكلمة وساعات المنشط ولا المعد يخليها تتعدى في المونتاج الجمعة اللي بعدها يعتذر يقول سمحوني يا جماعة راني ما قصدتش انا باش نسيء لحت حد المرأة عايثة فسيدا شدت قطعت تصوير تفنينة مشي هاي هاي منشط هاي كرونيكور هاي رابير هاي يا معلم يا معلم ويزيوني بلا لغة قاعدة غادي تلعب في دورة معناها حتى الأدوار كتحبوا تركبوهم يا راكم حزينة حتى الأدوار تركبوهم في أسقط مفمها حتى كتحبوا جيوا تعملوا أم بخصوناج تخلقوا أم بخصوناج تخلقوا أسقط مخلق ربي ليس ممكن معناها اليوم احنا عبيد ندبنا وكلتنا وصلتنا على يامنا احنا عبيد هكا نربشوا يا خيشبي ما كناش ننجموا نمشوا نقرأوا حاجة أخرى اما احنا قرينا المسرح اما احنا تكوننا ونعاود ونرجع ونقول مانيش نحكي مانيش نحكي على ال مانيش نحكي على ال مانيش نحكي على اليزاد برك نحكي على قطاع كامل خطرية البرح الى قطاع كامل قتلك التكوين ما هو مهم هي بالنسبة له فهمتك يا عاط فهمتك 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 هي قتلك التكوين بصفة عامة ما هو مهم شوف هو في محلين يا اما احنا كما البرح انا مثلا برشة من زملائي واصحابي ولي نحبهم وقتيها بطينا استاتيو وبرتاجيت الفيديو قالوا لي مريم احنا ما نتفرجوش انا بدي ما نتفرج شرا والله العظيم لا نتفرج بحيط راتس نتفليكس أما ساعات يعرضوك حاجات انا مثلا برحموا ما عايتت لي قتل مريم اسمع ما قاعد يتقال فما دي كابسول يهبتوا على الفيسبوك يخليوك انكوخ قاعد تعرفش قاعد يصير معنيتها فما حلين يا اما باش نسكروا في فامنا سامحوني في الكلمة باش نبلعوا في فامنا ونسكتو ونخليه كل من هب ودب يسبنا ويسبلنا الراتسة متاعنا يا اما اخويا واندوى غياجيخ اندوى غياجيخ ما فيهاش انا اذا كان انا وانتي وهذاك وهذاك المعنيين بالامر احنا ما نتفرجوش فما عبيت تتفرج اليوم الشاي اللي قاعد يصير في التليب وبال وقاعد يصير في القنوات وفي التليب الزهدية احنا نعانيه في ابسط حاج نعانيه في اقسامنا انا اليوم كيتخرج لي واحد او اجلي في فامه وهكا او دراك فيش يتكلم نلقى على الأقل خمساشن تلميذي تبع فيه وتقولوا شبهه الدنيا شبهه الدنيا شبهه الدنيا بركت وشبهه لعات فامه مثل نغمال اذا كبيرهم يضرب في الدف قال طمي شوف انا مش في طاول ياسر خاطر بالحق نحس في عصابي توترت من البارح دجان نغلي عليه الموضوع هذي اليوم اليوم النقابة موجودة نقابة ميهن الفنون الدرامية اليوم هبطت بيان دويكا يزمها تقول لنا كيفيش المراه هذي يزمها تقفع وقال لا ونطالبوا باعتذار نطالبوا في اعتذار اي عاطفة صحيح نعرف الي هاسيس الدولة كاملة بيانسور بيانسور يخي كان الدولة حطتنا قوانين وكان الدولة جت محترمة الناس هذوما كان يوصل الي يسويش سماعنا وسخوضنينا ما كانش يوصل لو كان عملتها في مصر مع نقابة مصر نقابة المماثلين في مصر قصة من بالله اليوم غبرة في السماء ولا مزال حد يسمع بها لو كان عملتها لو كان جيت ما يصير في مصر لا يمكن لا يمكن اليوم المنشط 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 ليش محاجد تجريت تعمل فيه الشيء هذا الكل ظربت أربع سنين في برنامج اسمه أمور جدية وتأتي تأتي مكبشة وولادها اللي تولدهم خرجوا وعملوا برامج كان هي قاعدة باقي فاكل بلاسا تاكل في خبزة الذل وخبزة الوصخ وكالخبزة المنتنى اللي تاكل فيها بعراض الناس وتاكل فيها بأسامي الناس شبا كنت خيه حاولت اني نحلل حاولت اني نفهم من بعد وقت اللي خرجت وقالت اللي هي عاشت طفولة مستهدة مع مرتبوها واللي هي الكارتمير متاحة ضربت في مرحلة الطفولة واللي هي مبعد عرصت وزواجها كان فيش المرتين وتغبنت في الدار وقعدت عشرة سنين والعشرين سنين ما تخرجش وهي دجاما وراها حتى شي وراها درجين راديو ودرجين تلف زنواري بلوم يعني حتى التاريخ ما فهمش تاريخ فهمت اللي المخلوقة هذية هي مرأة مريضة يلزمها متابعة نفسية يلزمها بسيكاتر بسيكوتيرابوت يلزمها وإذا كانت استحقت تدخل الاسبيتار الأمراض العقلية لماذا لا؟ ما فيها باسرة واسبيتار كاسبيتارات ما هيش يظهر لي ماهوش عيب خاطر لما لها عندها مرحلة في حياتها بعد ما عاشت الكاستخاسيون هذيك الكل خرجت لنا بان باتوميك خرجت لنا قم بلا موقوطة خرجت لنا كالحناش كل مرة وهي تبث في السم في وجوه العباد كل مرة تشد عبد سيب فيها كالكومبليكس متاح هذوكم هكالعصبك هكالجواجي الخايبة اللي عندها احنا ماناش مضطرين انه احنا نتحملوه الهم هذي انتعاش يا سيدي انا نسكر وضنايا وهذاك فما عبيت تتفرج فما عبيت تتفرج وتتأثر وهذاك عليش اليوم يزم نيش نقول وميهم نيش فيها يلزمها تتعاقب ويزمها تتحاسب ويلزمها تخرج وتقدم اعتذار القطاع الكامل موجودين فيها عباد موجودين فيها ناس اللي هما من ارقى الناس اليوم المخلوقة هذيه ما كان سيتم التصعيد خاطر اينا متأكدة ونعاود ونقولها قسما بدين العزة اذا كان لو كان قالته في دومان اخر راهوا اليوم تمسح بها القاعة لو كان تجرأت انها سبت دومان اخر قطاع اخر راهوا اليوم مشيت غبرة في السماء اما البهيم القصير اللي البرد عمت برك هو والبرد عمتاعه هو دومان دراماتيك الجمعة اللي فاتت تحكي قتلهم هني انا ممثلة عليش ما يعيطوليش المخرجين انتي ممثلة انتي ممثلة انتي سويد السعد ولا ييم انتي 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 وكل تاب وريلي قاعد عليك كيف وامين جارة بش يجيه نهار ويطيشك ويحطك حناك الباب وبش يخرجك اذل منك ما فاميش قاعد يخدم بيك ما يخدم بغيرك وحطهم حناك الباب زيدا هاو انتي شكون اقل حاجة نجم نقولها قاديش متحييش المرأة هذية يزمها متابعة طبية يزمها امبسيكاتر تأكدنا انه عندها مرحلة في حياتها هي الطفولة مضروبة احنا مانيش مسؤولين يا مدام على اللي عشتوا انتي كستخسون في حياتك ما كابر في عينها حد ما مقدرة حد ما شنوه ما نعيشوا عند سيادتك احنا واللي عام المسرح يمشي يخدم في المسرح اذاك كنجيو الرزق السيد الوالد اذاك وقت نجيو نبنكو ونقعدوا في رزق السيد الوالد واختقوا لنا ايه جماعة المسرح يجيو من هنا ايه جماعة الاخرين يمشيوا من غادي ما نحبوش ما نحبوش ما نحبوش شكون يدبر علينا واضح ان شاء الله نكون فرخت قلبي خاطرينة كان ما نتكلمش كان ما تكلمتش فيه الموضوع هذي راني اترشقت وجاسبير انه تكون فم ما نحبوش من الناس الذين تهانوا الذين هم الممثلين المتكونين والتكوين عنده برشة اوجه ولا وجوه لا نعرف كيفية تتقاد خاطر نرجع ونقول اللي التكوين ما هوش ليزاد بركة التكوين هو جيش وعروق ودمه وأكسيجين حطوه عباد وحطوا عمارهم ورهنوا عمارهم وفم زادة ناس قاعدة تقرأ وقاعدة تتكون في تياتر محترمين جدا دونك القطاع هذي يلم الناس هذو مالكل واحنا قلوبنا كبيرة واحنا ناس بروفسيونال واحنا ناس عمرنا من جيو نخدمه بسيستيم الكاستخاسيون وقت اللي انجان يحب يمثل قلوا لا انتي سيتقاري مسرح بش تمثله لا يا بابا خليه يجرب خليه يجرب ما تعرفش عليا شنوين جميعتي اذا طلع مينة جميعتي شيء وزيرو پوتانسييل وقتها يتفاضل يمشي يربش في حاجة اخرى فنالما يقعد ديمة الفرق كبير بين اللي يجاي من باب جامعة واللي يجاي يتلاوح ويتزحلق من فوق السطحات وداخل بالمقدمات والمؤخرات قدش متحييش مرأة ان شاء الله نهاركم زين وسمحوني على ال على النيجاتيف فايدز اللي عديت هالكم وهالستريس هدا كل اما زيد السكيت ما عندوين يوصل اشتركوا في القناة